سالعي للمجد والعليا مجددي لخالف السماء وارضعي قفا 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 يحمل النور المصدر قفا 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 يا موضيين موضيين عدت بفر المسلمين حاش الملك للعلم وانبقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم بناتي وأبناء الطلاب في الدرس الرابع عشر من دروس المراجعة للصف الثاني الابتدائي في مادة لغتي وموضوع درسنا أحب أن أكون يقدمه لكم الأستاذ حسين العنزي أهلا بكم وسهلا في الدرس السابق تعلمنا كيف يفرق الطالب بين أسماء الإشارة وأيضا تعلمنا أن المذكرة والمؤنثة يختلف إلا في الجمع وعرفنا إتقان الطالب لكتابة بعض الكلمات التي تحوي حروفا تنطق تنطق ولا تكتب مثل هؤلاء هؤلاء أحب أن أكون أحب أن أكون الأهداف أن يتقن الطالب تطبيق ما تعلمه من مهارات سابقة أن يتعلم الطالب النطق الصحيح للكلمة بحركاتها ومقاطعها ثالثا أن يطبق ما تعلمه سابقا تطبيقا عمليا نبدأ على بركة الله هيا نقرأ ونطبق ما تعلمنا من مهارات في السابق جميع المهارات التي تعلمناها وراجعناها نريد أن نطبقها الآن على النص الموجود وقد تم تقسيم النص يا أبطال إلى كلمات وذلك لكي تأخذ كل كلمة حقها في التحليل والتقطيع والمراجعة ولذلك سوف نبدأ وأرجو منكم أبنائي وبناتي أن تنتبهوا معي وكل كلمة تظهر الآن على الشاشة أخبرني ماذا بها إن كان بها مقطع ساكن اذكر فيها مقطع ساكن إذا كان فيها حرف مد اذكر كل حرف مد حرف مشدد اذكر أنه حرف مشدد وفيه كذا إذا كان مثلا أي مهارة من المهارات التي أخذناها تنوين ضم أو فتح أو كسر إلى آخره وتخبرنا ما الذي طرع على هذه الكلمة حتى نقرأها بهذا الشكل حتى نقرأها أيضا قراءة صحيحة هيا نبدأ أبنائي هيا بناتي الكلمة الأولى كلمة اقرأوا أحسنتم المعلم ماذا فيها من مهارات سابقة ومقاطع أحسنتم الماذا فيها القمرية ممتاز قال القمرية ممتاز أيضا مقطع ساكن أحسنتم أل ثم علي علي ماذا بها أحسنتم شدة والشدة عبارة عن اللام حرفين الأول سكون والثاني كسرة فالسكون ينطق مع الحرف الع مقطع ساكن عل المو عل لي ممتاز إذن فيها مقطعين ساكنين وفيها إيش القمرية أحسنتم يا أبطال ما شاء الله عليكم إذن الآن هذه الكلمة حللناها إلى جميع المقاطع والحروف والمهارات الموجودة فيها ناخذ الكلمة الثانية جاهزين هيا يا أبنائي هذه الكلمة وأنت وأنت أحسنتم وأنت ماذا بها ممتاز فيها مقطع ساكن الألف مع النون أن أن وتنطقيش بنفس واحد أن وأنت وأنت جميل جدا هيا إلى الكلمة التي بعدها جميل هذه الكلمة اقرأوا يا أبطال فيها أحسنتم يا مد بالألف البنت الفتحة وأمها معها يا مد ألف ثم صا أحسنتم البنت الفتحة وأمها مد ألف آخر إذن فيها مدين ألف ثم لي حو يا صالح يا صالح أحسنتم إذن هذا ما في هذه الكلمة من مهارات ومقاطع وحروف الكلمة الثالثة ماذا أحسنتم أحسنتم ماذا ماذا فيها ممتاز مد ألف ما مد ألف الفتحة وأمها ما ثم فتحة وأمها الألف ما شاء الله إذن أيضا هذا مد ألف إذن ما ما ممدودة والذى ممدودة ماذا ماذا ننتقل هيا يا أبنائي جميل الكلمة التي بعدها فيها مقطع ساكن أحسنتم ما هو تر تر إذن التاء والراء مقطع ساكن تر غ بو تر 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 أحسنتم ما شاء الله تبارك الله نأخذ الكلمة التي بعدها هيا جميل ماذا فيها أنتن رائعات ما شاء الله أن مقطع ساكن جميل إذن مقطع ساكن الكلمة التي بعدها تكون تكون ماذا فيها يا أبطال هيا أحسنتم مد بالواو مد واو الكاف عليها ضمة البنت وخلفها أمها كو مد بالواو تكون تكون ثم هذه العلامة يا أبطال ويا بطلات ماذا تعني هذه العلامة أحسنتم علامة الاستفهام علامة الاستفهام وتعني أن هناك سؤال أن هناك سؤال يحتاج إلى إجابة هيا ننتقل لما بعدها هيا معي يا أبنائي وبناتي بسم الله فيها شيء حروف بحركات فقط س فتحة ك ت إذن كلمة عادية جدا سكتا كلمة ثلاثية أنتقل لما بعدها نبحث الآن كأننا نغوص في البحر لنخرج اللؤلؤ والمرجان ونصطاد السمك اللذيذ أيضا فنحن الآن نغوص يا أبطال في هذه الجمل ونمسك الكلمات كلمة كلمة ونخرج ما فيها من حروف من المد من تنوين من مقطع ساكن وهكذا يا أبطال حتى إيش نجرد هذه الكلمات من كل ما فيها من مهارات ومقاطع وحروف وأساليب هيا يا أبنائي ننطلق بسم الله حلقوا معي ولا نغوص الآن في البحر نغوص يلا كلمة مرت علينا ص لي أحسنتم أضفنا عليها الآن تنوين الضم إذن سا مد بالألف حا ماذا فيها تنوين ضم تنوين ضم كيف ينطق الحا بتنوين الضم حو ونضيف لها أيش التنوين الضم الثانية يكون داخلها نون فنقول حن حن صالي حن أحسنتم ما شاء الله عليكم يلا ننتقل لما بعدها هيا هيا لنصطاد هذه الكلمة ربما يكون فيها كنسة ماذا فيها يا أبطال أحسنت الشدة ماذا في الشدة داخلها مقطع ساكن أحسنتم لأن الكاف الشدة عبارة عن حرفين الحرف الأول عليه السكون فالسكون الحرف الكاف اللي عليه السكون يكون مقطع ساكن معيش مع حرف الفا الكاء الأولى عليها السكون والكاء الثانية كسرة فالكاء الأولى اللي عليه السكون راح تكون معيش مع الفا فتكون ليش موفك موفك الكاء في الثانية كسرة موفك رن رن ماذا فيها تنوين أحسنتم تنوين فتح تنوين فتح ماذا فعلنا عندما أتى تنوين الفتح يا أبطال أحسنتم أضفنا الألف في آخر الكلمة أضفنا الألف في آخر الكلمة لماذا لأن قبلها حرف الر عليه تنوين فتح عليه تنوين فتح وقلنا إذا جاء تنوين الفتح فنضيف ألف إلا في خمسة مواضع ذكرناها في مراجعات سابقة ننتقل الآن يا أبطال إلى ما بعدها هيا لنصطاد هذه الكلمة اقرأوا ثم أحسنتم ثم لماذا شددنا ثم أحسنتم لأن الميم مشددة لأن الميم مشددة ما معنى مشددة هذا يعني أن حرف الميم عبارة عن حرفين الأول أحسنتم ساكن والثاني ننظر إلى حركة الشدة ما الحركة التي عليها فتح إذن سكون على الميم الأولى وفتح على الثانية إذا كان الأولى عليها سكون معناها أنها تكون مقطع ساكن مع حرف الثو واضح تصبح ثم ثم والحرف الثاني الميم الثاني على فتحه ما ثم ما ما شاء الله عليكم أحسنتم من قرأها ثم فقد قرأ قراءة صحيحة وما شاء الله عليه طيب ننتقل إلى ما بعدها هيا يا أبطال كلمة لذيذة وسهلة قا لا طيب يا أبطال أسألكم سؤال طبعا كلكم رح تقولون ماذا فيها حرف مد ألف أحسنتم هذا معروف قال هناك شيء يوضع بعدها ما هو أحسنتم نقطتان رأسيتان نقطتان رأسيتان بعد كلمة قال بعد كلمة قال من قال هذا فقد أبدع يا أبطال الكلمة التي بعدها أرغبوا لكي تقولون ماذا حرف مد ألف أ نا 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 إذن حرف مد ألف لا غير ننظر إلى الكلمة التي بعدها ربما يكون فيها خير كثير هذه الكلمة أيضا يا أبطال أرغبوا ماذا بها مقطع ساكن أرغبوا أحسنتم يا أبطال هيا ننتقل إلى الكلمة التالية معي يا أبطال معي يا بطلات يلا بسم الله ننتقل هيا بنا هذه الكلمة أحسنتم أن ما شاء الله بدأتم أن ماذا بها مقطع ساكن لا إله إلا الله أنتم ما شاء الله تبارك الله يا سلام عليكم ابنائي وبناتي الكلمة التي بعدها هيا جاهزون ماذا بها ماذا بها ها يا أبطال أحسنتم حرف مد حرف مد طيب يا أبطال هذه الهمزة هذه الهمزة ما هي هذه الهمزة ماذا تسمى هذه الهمزة أحسنتم همزة قطع همزة قطع لماذا؟ لأن الهمزة موجودة طيب بعدها بعدها هذه الكلمة الآن نتوقف قليلا ربما يكون فيها صيدا ثمينا ربما ماذا فيها يا أبطال اقرأوا الكلمة أولا مهندسا مهندسا ماذا بها أحسنتم مقطع ساكن ما هو؟ هن هن مهن إذن إيش؟ مقطع ساكن ثم كسرة وبعدها سين فيها شيء؟ لا يا أستاذي لأن الأم أم الكسرة اليا وهذا السين ليست أمها إذن جيد إذن سن ماذا فيها؟ تنوين فتح تنوين فتح أحسنتم فتنطق بالنون سن سن طيب ما هذه الألف يا أبطال؟ مهندس تكتب بدون ألف آه أحسنتم ما شاء الله إذن مهندسا لأنها انتهت بتنوين الفتح تنوين فتحتين اللي يسمى تنوين الفتح نضيف ألف في آخر الكلمة نضيف ألف في آخر الكلمة هيا إلى الكلمة التي بعدها هيا يا أبطال ماذا فيها؟ جميل مقطع ساكن مع الميم والعين سكون وحرف الذي قبله أخوه مع ثم أحسنتم مد بالألف ما الفتحة وأمها مع ما ري ري ين مع ما ري ين الياء وأمها الفتحة الكسرة وأمها الياء مع ما ري ين ممتازين طيب ماذا فيها أيضا؟ فيها تنوين تنوين مع ما ري ها هل يا أبطال هنا؟ انتبهوا معي هل الآن نحن قلنا البنت وأمها هل هذا الكلام صحيح؟ ننظر آه الياء عليها شدة ما معنى شدة؟ معنى أن الياء معمارياً إذن الياء يا أين؟ آه ممتازين ما شاء الله عندكم يعني لديكم نباهة عجيبة وأنتن يا بطلات إذن الياء عليها شدة معناها الياء يا أين؟ الأولى عليها السكون فتكون مقطع ساكن مع الر فتصبح ري ري والثانية ين معمارياً ممتاز طيب يا أبطال لماذا أضفنا هذا الألف؟ ذكرناه قبل قليل لأن قبلها تنوين فتح تنوين فتح أحسنتم يا أبطال الكلمة التي بعدها هيا أس هيمو هيا أبطال أحسنتم مقطع ساكن أس مقطع ساكن هيمو حروف عادية بعدها في ماذا بها؟ أحسنتم مد بالياء الكسرة وبنتها اليا في في يا سلام هيا بنائي مد إث ألف الفتحة وأمها الفتحة وأمها فنقول بنائي نحن يا أبطال يعني في هذه الكلمات نحاول أن نخرج هذه المقاطع وهذه الأصوات وهذه المهارات الموجودة التي أخذناها حتى نتذرب عليها ثم بعد ذلك ننطلق ونحلق في القراءة بحول الله تعالى نكمل هيا وطني وطني أحسنتم فيها مد يا أحسنتم الكسرة وأمها اليا ني ني وطني أحسنتم وطني الحبيب ولا أحب سواه هيا يا أبطال وطني نظر كلمة ثلاثية كلمة ثلاثية ننتقل لما بعدها هيا المعلم سبق وأن أخذناها في بداية حديثنا إلى إي لا نقول ليش فتحة وأمها ألف المقصورة هيا لبعدها حا زي من ماذا فيها يا أبطال أحسنتم حرف مد ألف ما شاء الله أتوقع أننا إنش بإذن الله أننا أتقننا حروف المد وخاصة مد الألف ليش من كثرة ما مر بنا من كلمات فيها مد بالألف حا زي من ماذا فيها الميم يا أبطال فيها تنوين كسر تنوين كسر ماذا يعني تنوين كسر يعني أن الميم تنطق بآخر هانون حا زي من من بارك الله فيكم هيا إلى الكلمة الأخرى يا أبطال هيا وقال مد بالألف أيضا جميل لا أحسنتم أحسنتم مقطع ساكن قد لقد أحسنتم أيها الأبطال وإنتنا أياتها المبدعات طيب الكلمة هذه أحسنتم فيها شدة شدة ماذا تعني مقطع ساكن تحد حدث تحدث أحسنتم بعدها الجميع ماذا بها أحسنتم القمرية رائع أحسنتي مقطع ساكن الممتاز مي إذن إيش مد باليا مد باليا هذا قلنا إيش القمرية ومقطع الساكن وهنا مي هذا إيش حرف مد باليا أحسنتن يا بطالات إلا إلا مقطع ساكن واضح يا بطال مقطع ساكن لشدة دائما إيش داخلها يدخلها أو إذا رأينا شدة فيعني أن بداخلها حرفا ساكنا يؤدي بما بعد بما قبله إلى إيش إلى مقطع ساكن مقطع ساكن انطلق هيا أن ت أن ت ماذا بها يا أبطال مقطع ساكن أحسنتم يا مد ألف ح مد ألف أيضا زيم يا ح زيم بعدها هيا يا بطالات فيها حرفين مد بالألف سبق وأن أخذناها قبل قليل توحب بو أحسنتم مقطع ساكن الحا مع الباء الأولى والباء الثانية ماذا عليها حركة؟ ما الحركة التي على الباء الثانية؟ ضم أحسنتم لأن الشدة عليها ضم ما تكون للحرف الثاني أحسنتم نكمل يلا يا بطال أخذناها مقطع ساكن تكو ن تكو ن ماذا فيها؟ فيها مد بالوا وأحسنتم مد كو كو ن وأيضا علامة استفهام وهذا يدل على سؤال يدل على سؤال أحسنتم يا أبطال هيا رد د كم حرف عندنا الآن؟ ثلاثة حروف الر والد الساكنة والد التي عليها فتحة يصبح الأول مقطع ساكن رد رد د أحسنتم طيب الكلمة البعدها سابقا أخذت سوف مقطع ساكن يلا نسرع أكون مقطع حرف مد بالوا كو جميل ر ج لا ثلاثة اط مقطع ساكن أحسنتم فا مد بالألف رائعون ان تنوين كسر رائعات ما شاء الله تنوين كسر وتنوين الكسر ينطقي ايش آخره نون أحسنتم اطفاء ان ان يا سلام اخ مقطع ساكن اخ مقطع ساكن رائعون اخ ميد ال الشمسية ولا القمرية احسنتم القمرية لان اللام عليها سكون وهي مقطع ساكن راء مد بالألف ايق الحرائق جميل لأن مقطع ساكن لأن قذا المقطع ساكن القمرية مص مد الف ب مد يا احسنتم المصابين قال المعلم احسنتم كل ماذا بها ابطال احسنتم مقطع ساكن الشدة مقطع ساكن اذن اللام اللامين اللام الاولى عليها السكون واللام الثانية ماذا على الشدة من حركة ضمة فتصبح اللام الثانية ضمة تصبح كل كل ما شاء الله عليكم ال هذا مقطع ساكن القمرية الميهني نا مقطع اللي هو ايش مد بالالف وفي آخرها ايش تن تن طيب يا ابطال هذا تنوين لماذا لم نضع الف يا أستاذ أنت أخبرتنا أن الالف تضاف تنوين الفتح صحيح ولكن حتى في تنوين الفتح التاء المرفوطة قلنا أنه لا يضاف لها ألف وإنما التنوين يجلس على التاء يجلس على التاء ما شاء الله عليكم بارك الله فيكم وبارك الله فيكم يا أبناء يا أبناء يا أبناء مد ألف مقطع ساكن نا مد ألف ني أبناء إي هذا مقطع أويش مد حرف مد يا تاء فالوطن فالوطن مقطع ساكن مقطع ساكن ثم يح مقطع ساكن تاء مد بالألف المعلم والطبيبة الشأل هذه أبطال شمسية ولا قمرية أحسنتم شمسية لماذا لأن ليس عليها حركة ولم ننطقها والحرف الذي بعدها عليه شدة حتى يتحمل قوة اللام الشمسية والطبي بي مد يا أحسنتم وال الشأل القمرية مهن حرف إيش مقطع ساكن والطيارة ما شاء الله فيها كم مقطع ساكن والطيار إذن هذه إيش الشمسية لماذا كيف عرفنا الشمسية أول شيء ما عليها حركة الأمر الآخر الحرفة اللي بعدها عليه شدة حتى يتحمل إيش قوة اللام الشمسية لأنها أقوى من القمرية الطيارة فيها مقطعين ساكنين ورجول الأمني مقطع ساكن وهنا مقطع ساكن أحسنتم ورجلا الإطفاء مقطع ساكن الإط مقطع الثاني فا مد بالألف أحسنتم يا أبطال والحداد أيضا إيش مقطع ساكن ومقطع ساكن والنجار اللي الشمسية ومقطع ساكن ومقطع ساكن ومد بالألف ما شاء الله والنجار والفلاحة إذن هذه اللي إيش يا أبطال أحسنتم اللي القمرية لماذا لأن اللام عليها سكون وهنا مقطع إيش مقطع ساكن وهؤلاء ماذا فيها كلمة هؤلاء هؤلاء نطقنا الألف مد الألف ولكننا لم نكتبه لم يكتب ينطق ولا يكتب جميعا انظروا تنوين الفتح وضعنا بعدها ألف وضعنا بعدها ألف يسهمون يسهمون ماذا فيها مقطع ساكن مو مد بالواو مد بالواو في مد يا بناء مد ألف الوطني وتقدمه مقطع ساكن وهذه تدريبات الوحدة الثامنة ما علينا إلا أن نمسح هذا الشريط البركود ثم نقوم بطباعة التدريبات ونقوم بحلها إلى أن نلتقي في مراجعة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم على الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله جميع وقاتكم بكل خير عندنا اليوم درس جديد للصفة الثانية الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني لمادة العلوم سنتناول بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس الحرارة واكتشاف الكهرباء توكلنا عليك يا الله طبعا هذا استكمال لوحدة القوة والطاقة القوة والطاقة الدرس الأول الذي سنتطرق له بإذن الله سبحانه وتعالى ما تأثير الحرارة في المادة أما بالنسبة للدرس الثاني كيف نحصل على الكهرباء كيف نحصل على الكهرباء الفكرة العامة ومفردات الفكرة العامة أولا الحرارة ما هي الحرارة كالمعتاد تعودنا أن نأخذ المفردات بشكل سريع ثم نتنعوذها بشكل مفصل بذل الله سبحانه وتعالى خلال مجريات الدرس الحرارة أحد أشكال الطاقة التي يمكنها أن تغير حالة المادة الوقود مادة تنتج حرارة عند احتراقها الكهرباء الكهرباء المتحركة شكل من الطاقة التي تسري في مسار معين الدائرة الكهربائية المسار الذي تسري فيه الكهرباء الكهرباء الساكنة نوع من الطاقة تنتجه عجزاء صغيرة جدا من المادة نوع من الطاقة تنتجه أجزاء صغيرة جدا من المادة الدرس الأول على وهو الحرارة أنظر واعتزال هذه سحراء في يوم مشمس كيف أعرف أن الحرارة مرتفعة يلا يا أبطال كيف أعرف أن الحرارة مرتفعة الشمس تظهر مرتفعة وصاطعة في السماء والسماء صافية ليس بها غيوم خلاص يا أبطال أقرأ وأتعلم السؤال الأساسي ما تأثير الحرارة في المادة المفردات التي ستطرق لها بإذن الله الحرارة المفردة الثانية أيضا الوقود ما الحرارة الطاقة تجعل المادة تتحرك أو تتغير وهناك عدة أشكال للطاقة الطاقة تجعل المادة تتحرك أو تتغير ويوجد هناك عدة أشكال للطاقة تعريف الحرارة أحد أشكال الطاقة هل هي طاقة أم لا؟ نعم من أشكال الطاقة التي يمكنها أن تغير حالة المادة كيف يعني تغير حالة المادة؟ زي ذكرنا في الأمذلة السابقة أنه عندنا الثلج لما نعرض لدرجة حرارة فإنه يذوب أي تحول من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة فالحرارة قد تحول الصلب إلى سائل أو السائل إلى غاز عندما نؤثر على الماء بكمية حرارة فإنه يبدأ بالتبخع فيتحول إلى غاز نستخدم الحرارة كل يوم كل يوم نستخدم الحرارة ومعظمها من أين يأتيه؟ من الشمس وهي تسخن الهواء واليابسة والماء على سطح الأرض لو نلاحظ على سطح الأرض هنا الشمس سخنت الهواء سخرت أيضا سطح الأرض سخنت الماء موجود على سطح الأرض تسخن حرارة الشمس الماء واليابسة ثم يسخن الهواء يعني أولا ما يسخن عندنا هواء أولا تسخن عندنا اليابسة والماء ثم يسخن الهواء تأتي الحرارة من أشياء أخرى هل لدينا مصدر واحد للطاقة فقط أو للحرارة؟ لا يعني قلنا قبل شوي الشمس أيضا في عندنا الوقود ما هو الوقود؟ ماذا تنتج حرارة عندما تحترق لو نلاحظ هذا الخشب عندما أشعلناه بدأ ينتج حرارة طيب إذا لم نشعله لا ينتج حرارة فهذا الحطب أنتج الحرارة بعد إيش؟ بعد الاحتراط الغاز والزيت والحطب والفحم هي بعض الأمثلة على الوقود طيب ألا يوجد لدينا طرق أخرى لكي نكتسب الحرارة؟ كما تنتج الحرارة أيضا عن الحركة لو بدأت أنا في الركض مسافة معينة حرارة جسمي ترتفع أيضا في عندنا مثال آخر مثل ما فعل صديقنا هذا لو نفرك يدينا مع بعض ثم أضعها على وجهي نجرب الحين نفرك يدينا مع بعض ثم نضعها على وجهنا ألاحظ كيف تنتقل الحرارة من يدي إلى وجهي تنتقل الحرارة من اليد إلى الوجه واضح يا ابطال؟ يستخدم الناس الوقود للتدفئة أصدقائنا هؤلاء ماذا يفعلون؟ يتدفؤون عن البرد من خلال إيش؟ من خلال النار الناتجة عن احتراق إيش؟ احتراق الحطر فيما استخدموها أصدقائنا هؤلاء؟ في التدفئة استخدموها في عملية التدفئة كيف أستخدم الحرارة في المدرسة وفي البيت؟ يلا يا ابطال اضربوا لي عن مثلة نضرب مثال من عندنا الطبخ على الغاز كيف يتم؟ نستخدم فيه الحرارة ولا لا؟ نعم نستخدم فيه الحرارة في المدرسة في معمل العلوم نستخدم الموقد لإجراء بعض التجارب الكيميائية استخدمو الحرارة في المنزل في التدفئة وفي طهي الطعام زي ما قلنا قبل شوية عندنا الحين التدفئة وعندنا أيضا طهي الطعام والطبخ الطعام وفي المدرسة استخدمها في مختبر العلوم في إجراء الأنشطة أو التجارب هذه الحركة مثل ما قلنا قبل قليل تنتج إيش؟ تنتج حرارة يستخدم الناس الوقود لطهي الطعام زي ما نلاحظ في عندنا طعام واستخدمنا الوقود لطهي إيش؟ لطهي الطعام ما هذا؟ يلا يا أبطال ما هذا؟ هذا اليقيس عندنا درجة إيش؟ درجة الحرارة درجة الحرارة أولا هي إيش؟ مقياس لمدى سخونة أو برودة الشيء نحن نقيس درجة حرارة الهواء والماء نعرف أن الجو اليوم حار أم بارد وحتى درجة حرارة أجسامنا ونستخدم لقياس درجة الحرارة آدات من قياس الحرارة ماذا تسمى؟ الثرمومتر هذا هو الثرمومتر أبطال خلاص؟ وبعض أنواعه يحتوي سائلا داخله هذه اللي نشوفها الأحمر هو عبارة عن إيش؟ عن سائل وهذا السائل يتحرك مع الحرارة إلى أعلى وإلى أسفل يعني كلما ارتفع درجة الحرارة كلما ارتفع هذا السائل إلى فوق ويعطينا درجة الحرارة اللي نبغى نقيسها بينما إذا خفضت درجة الحرارة ينزر هذا السائل إلى الأسفل سنتراولها بشكل مفصل بإذن الله سبحانه وتعالى بعد قليل درجة الحرارة عندنا هنا النهار وهنا في إيش؟ في الليل وضعنا من قياس درجة الحرارة في النهار وفي الليل في نفس المكان أين تكون درجة الحرارة أعلى؟ خلال النهار؟ أم خلال الليل؟ وكيف أعرف ذلك؟ يلا يا أبطال درجة الحرارة تكون أعلى خلال النهار؟ ولا خلال الليل؟ كيف أعرف ذلك؟ يلا نشوف مع بعض تكون أعلى خلال النهار؟ ليش؟ عشان موجود عندنا أشعة الشمس وأعرف ذلك أيضاً بمراقبة مؤشر الثرمومتر لو نلاحظ الثرمومتر عندنا هذا لاحظ في النهار وإنه موجود وفي الليل وإنه موجود لحظة أبطال؟ فأجد أن درجة الحرارة النهارة كم هي؟ ثلاثين ثلاثين درجة سيريوس أما في الليل فتكون درجة الحرارة كم عندنا هنا؟ عشرين ممتازين عشرين أستخدم مقياس حرارة يقارن بين درجة حرارة كل من التربة والماء والهواء وضعنا الثرمومتر في كأس فيه التربة وضعنا أيضاً ثرمومتر آخر في كأس فيه ماء وضعنا الثرمومتر ثالث في كأس لا يوجد به شيء أي يوجد به هواء لو نلاحظ في الهواء كم صارت درجة الحرارة هنا؟ ثلاثين ممتازين بينما في الماء كم صارت عندي؟ عشرين ممتازين طيب في التربة عندي هنا عشرة أحد داعش أطناعش ترتعش خلاص يا أبطال ثلاثة عشر درجة سليوس أذكر بعض الأشياء التي نحتاج إلى قياس درجة حرارتها يلا يا أبطال نذكرها سوياً نحتاج إلى قياس درجة حرارة أجسامنا نحتاج ولا ما نحتاج؟ بعض الأحيان نروح عند الطبيب الطبيب مباشرة يقيس درجة حرارة أجسامنا ودرجة حرارة الهواء درجة حرارة الهواء في الخارج هل ألبس الجاكيت أو مثلاً دوم بالفوب الصيفي؟ هذا يعتمد على درجة حرارة الهواء درجة حرارة الماء في فرق عندنا بين كوب من الشاي الساخن وفرق بين كوب من الماء البارد أفكر وأتحدث وأكتب الفكرة الرئيسية والتفاصيل من أين تأتي معظم الحرارة؟ زي ما قلنا قبل شوية أبطال يلا من أين تأتي معظم الحرارة؟ من الشمس؟ ممتازين السؤال الذي يليه كيف نقيس درجة الحرارة؟ كيف نقيس درجة الحرارة؟ استخدام مقياس الحرارة لقياس درجة الحرارة مثل ما فعل صديقنا أخذ مقياس الحرارة ووضعه في فمه لقياس درجة حرارة الجسم السؤال الذي يليه السؤال الأساسي ما تأثير الحرارة في المادة؟ ما تأثير الحرارة في المادة؟ تغير من صفات المادة وحالتها في بعض الأحيان كيف أن يتغير من صفاتها وحالتها؟ زي عندنا الثلج مع درجة الحرارة تحولها إلى سائل واضح يا أبطال؟ الدرس الثاني عندنا استكشاف الكهرباء استكشاف الكهرباء أنظر وأتساءل في عندنا مجموعة من المصابيح هنا ما مصدر طاقة هذه المصابيح؟ ما مصدر طاقة هذه المصابيح؟ مصدر طاقة هذه المصابيح هي إيش؟ الكهرباء وهو درسنا الثاني لهذا اليوم أقرأ وأتعلم السؤال الأساسي كيف نحصر على الكهرباء؟ المفردات الكهرباء المتحركة الدائرة الكهربائية الكهرباء الساكنة ما الكهرباء المتحركة؟ ما الكهرباء المتحركة؟ هل تستطيع البطارية أن تشغل بعض ألعابك عندنا حالي ونسميها البطارية الجافة؟ معظم ألعابك تعمل بواسطة هذه البطارية البطارية هذه طيب تنتج نوعا من الكهرباء تنتج نوعا من الكهرباء الكهرباء المتحركة جوابا لهذا السؤال ما الكهرباء المتحركة؟ شكل من أشكال الطاقة الذي تتحرك في مسار معين ما الكهرباء المتحركة أيضا يسمى المسار الذي تسري فيه الكهرباء المتحركة بالدائرة الكهربائية مثل هذه عندنا دائرة كهربائية يسري التيار الكهربائي في دائرة مقلقة يجب أن تكون الدائرة موصلة تماما نلاحظ أن الدائرة موصلة عندنا حتى تتحرك فيها الكهرباء بينما إذا نزعنا هذا السلك تكون الدائرة غير موصلة وبالتالي هذه الدائرة لا تعمل هذا هو مثالنا الدائرة الكهربائية إذا نزعنا السلك فإن المصباح هذا لا يضيح لاحظ أن المصباح هذا باللون الأزرق غير مضاء بينما هذه الدائرة موصلة والمصباح عندنا باللون الأصفر أي المصباح مضاء الدائرة هذه وش فيها مقلقة كيف مقلقة؟ يعني موصلة تماما يضيح المصباح فقط عندما توصل جميع الأسلاك في دائرة مقلقة مقلقة كيف يعني مقلقة؟ ما هي معناها مقفلة ما هي معاناة مثلا أني أقفل النور؟ لا معاناة أن المسار كله مقلق واضح يا أبطال بينما هذه مفتوحة أقرأ الشكل أي الشكلين يمثل دائرة كهربائية مقلقة؟ هل هو الذي على اليمين أو الذي على اليسار؟ هاي أبطال الشكل الأيمن يمثل دائرة كهربائية مقلقة واضح؟ نحصل على الكهرباء من البطاريات طيب في عندنا نصف الخبز هذه كيف نحصل على الكهرباء فيها؟ هل أجيب بطارية مثل من الموجودة قبل شوي ونضعها هنا؟ لا أو من مقابس الكهرباء في عندنا مقابس في البيت؟ هي التي يوجد فيها الكهرباء وتبدنا بالكهرباء الموجودة في جدران المنازل أو منازلنا والتي تصل إليها طاقة عبر الأسلاك من محطة توليد الكهرباء ويش يعني؟ يعني هل الجدار يوجد فيه كهرباء من خلال القابس؟ أستطيع أني أحصل على كهرباء من نفس الجدار؟ المحتوى للمحتوى الكهرباء؟ لا أو طاقة ضوئية مثل المصابيح أو طاقة صوتية مثل الميكروفونات؟ وهي قادرة أيضا على تحريك الأشياء كيف يعني تحريك الأشياء؟ زي السيارة اللي عندي اللي تعمل بالريموت عن طريقة كهرباء تحركت السيارة وبالتالي قادرة أيضا على تحريك الأشياء فعندما يوضع قابس محمصة الخبز في مقبس هذا يسمى إيش؟ القابس وهذا يسمى مقبس هذا قابس وهذا مقبس فعندما يوضع قابس محمصة الخبز في مقبس الكهرباء ثم أشغله فإنني أكون دائرة كهربائية متصلة بمحطة توليد الكهرباء تسل الكهرباء في الدائرة الكهربائية المغلقة عند وصول المحمصة بالمقبس ثم تشغيلها طيب أنا وصلت المحمصة أو سلك المحمصة في الكهرباء لم أقوم بتشغيلها هل تعمل معي؟ لا تعمل معي لابد أن أقوم بتشغيلها ما الاستخدامات اليومية للكهرباء المتحركة؟ يلا يا أبطال قلوا لي الثلاجة؟ نعم الثلاجة الغسالة؟ نعم الغسالة التلفزيون؟ نعم الكمبيوتر؟ أيضا كمبيوتر نبدأ؟ بسم الله على بركة الله تستخدم في تشغيل بعض الأشياء مثل الثلاجة الغسالة المذياع مكيف الهواء وضحي أبطال؟ ننتقل للتي تليها حقيقة نحصل على الكهرباء المتحركة من محطات توليد الطاقة الكهربائية وليس من جدران منازلنا واضح يا أبطال؟ مثل ما ذكرنا قبل قليل ما الكهرباء الساكنة؟ هذا المصطلح اللي بنتناوله في الوقت الحالي عندما نخرج ملابسنا من النشاف الكهربائية أو نلبسها مباشرة بعد كيها قد نلاحظ أن بعضها يلتصقوا ببعض ونسمع أيضا صوت يحدث هذا بسبب إيش؟ الكهرباء الساكنة أيضا لو أخذت بالونة وضعتها في القطة نلاحظ أن شعر القطة أيضا يتحرك مع البالونة أو في شعر رأسي أيضا الكهرباء الساكنة نوع من الطاقة تنتجه أجساء صغيرة جدا من المادة لا نستطيع رؤيتها ولكنها موجودة في كل مكان الكهرباء الساكنة موجودة في كل مكان بعض الأشياء الصغيرة تلتصق معا وبعضها يتباعد مثل المغناطيسيات عندما تنجذب الأجزاء الصغيرة من المادة إلى من المادة بعضها إلى بعض أو تتنافر فإنها تكون مشحونة بشحنة كهربائية طيب وش السبب اللي خلى بعض الأجزاء الصغيرة تتنافر أو تتجذب؟ مشحونة تكون مشحونة بشحنة كهربائية يشحن الجسم كهربائيا عندما تنتقل الشحنات الكهربائية منه أو إليه بعض الأحيان أحاول أن يفتح الباب ألاحظ أنه فيه كهرباء أرفع يدي عن الباب انتقلت الشحنات الكهربائية من يدي إلى الباب وبالتالي يسبب هذا الالتماس وفي بعض الأحيان يمكننا رؤية أو سماع الكهرباء الساكنة عندما تنتقل من جسمي إلى آخر مثل ما ذكرت قبل قليل من جسمي إلى الباب وأنا أحاول فتح الباب من جسمي إلى مقبض الباب المعدني واضح يا أبطال ينجذب فرو القط إلى البالون المشحون عندما أفرك البالون بقاعة من قماش أو في الجدار ثم أضعه على شعر القط فإنه يقوم البالون بجذب شعر القط أيضا عندما أضع البالون هذا على شعري فإنه يقوم بجذب الشعر لأن هذا البالون مشحون بشحنات كهربائية وهذا الذي سبب عملية سحبه أو جذبه للأسام أذكر بعض الأمثلة على الكهرباء الساكنة البرق يعتبر من الكهرباء الساكنة انجذاب فرو الهر إلى البالون المشحون أيضا إنجذاب قصاصات الورق إلى مصطرة وذلك بقطعة من الصوف أفكر وأتحدث وأكتب السبب والنتيجة كيف تشغل البطارية الألعاب يلا يا أبطال من يقول لي تنتقل الكهرباء من البطارية إلى أجزاء اللعبة عن طريق الأسلات فتعمل اللعبة واضح ننتقل إلى السؤال الذي يلي ما نوع الطاقة التي تجعل ملابسي يلتصق بعضها ببعض أو بجسمي أحيانا ما اسمها يا أبطال هل هي الكهرباء المتحركة أو الكهرباء الساكنة كهرباء ساكنة السؤال الأساسي كيف نحصل على الكهرباء كيف نحصل على الكهرباء نحصل على الكهرباء من محطات توليد الكهرباء والتي تصل إلينا عن طريقه الأسلاك الممتدة إلى منازلنا فنستطيع استخدام الكهرباء بوضع القابس في المقبس بوضع القابس في المقبس بوضع الفيش في المقبس مراجعة الفصل الثاني عشر مراجعة الفصل الثاني عشر المفردات يوجد لدينا خمسة مفردات الوقود دائرة كهربائية الكهرباء المتحركة الكهرباء الساكنة الحرارة السؤال الأول أكمل كل من الجمل التالية بالكلمة المناسبة واحد الطاقة التي تتحرك عبر الأسلاك تسمى إيش تسمى إيش أبطال الكهرباء المتحركة ممتازين السؤال الذي يلي البرق شكل من أشكال من أشكال يلا الكهرباء الساكنة ممتازين السؤال الثالث تنتج الحرارة عن احتراق إيش احتراق إيش الوقود ممتازين السؤال الثالث الطاقة التي تحول الصلب إلى سائل تسمى ماذا تسمى الحرارة تسمى الحرارة السؤال الثالث هذه الصورة هذه الصورة التي عندنا تبين فراغ مغلقة تبين إيش دائرة كهربائية مغلقة ممتازين طيب إذا كان السلك هذا موضوع هنا جانبا تعتبر دائرة كربائية مغلقة ولا مفتوحة مفتوحة ممتازين إذن هذه عندنا دائرة كربائية مغلقة ماذا يمكن أن تفعل الحرارة يمكن أن تغير الحرارة حالة المادة فقد تحول الصل إلى سائل أو السائل إلى إيش إلى غاز السؤال الذي يلي من أين تأتي الكهرباء إلى منازلنا هيا أبطال جوابنا على السؤال هذا قبل قليل تأتي من محطات توليد الكهرباء وتنتقل عن طريق الأسلاك إلى المنازل السؤال الذي يلي ما أهم أنواع الوقود في العصر الحديث أشرح إجابتي القاز ومشتقات البترول والفحم فجميعها أنواع من الوقود الذي يولد الحرارة عندما يحترق عندما يحترق كيف نستعمل الطاقة نستعمل الطاقة لأغراض الحياة اليومية ونستخدم أشكال متعددة للطاقة منها الطاقة الحرارية التي نستخدمها في إيش في التدفئة وفي أغراض الطهي في المنازل وأغراض أخرى كما نستخدم الطاقة الكهربائية في أغراض الإنارة وتشغيل الأجهزة والآلات نموذج اختبار اختر الإجابة الصحيحة ما نوع الطاقة الذي يغير حالة المادة هيا أبطال ممتازين الحرارة ممتازين السؤال الذي أنظر إلى الصورة أي الأجزاء في هذه الدائرة الكهربائية ينتج الكهرباء وين ينتج الكهرباء من أين تنتج الكهرباء في هذه الدائرة الكهربائية ممتازين من البطارية ممتازين طبعاً نكون هناك بفضل الله سبحانه وتعالى راجعنا آخر درس عندنا في منهج العلوم للصف الثاني ابتدائي الفصل الدراس الثاني هذا ما لدينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أرجو من الله التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكراً لكم 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 اشتركوا في القناة شكراً لكم في الدرس الماضي تعلمنا صفة الصلاة الركعة الأولى والركعة الثانية اذكر ما تفعله في الركعة الثانية احسنتم اكرر ما فعلته في الركعة الأولى ولكن بدون تكبيرة الإحرام وبدون دعاء الاستفتاح ماذا تقول إذا جلست بعد الركعة الثانية؟ أحسنتم أجلسوا للتشهد الأول وماذا أفعل بعد ذلك؟ نتعلموا في هذا الدرس التشهد الأول والأخير ونتعلموا أذكار الصلاة أولا دعاء الاستفتاح وما يقال بعد الرفع من الركوع ونتعلموا التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يشرع الاستعاذة منه قبل السلام الأهداف أهداف درسنا أن تتعرفوا صيغة التشهد الأول والتشهد الأخير أيضا أن تحفظوا دعاء الاستفتاح أيضا أن تذكروا ما يستعاد بالله منه قبل السلام الدرس الأول والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ماذا تفعل بعد أن تقرأ التشهد الأول ما رأيك أن نتابع صفة الصلاة؟ أقوم بالركعة الثالثة قائلا الله أكبر وأفعل في بقية صلاة مثل ما أفعله في الركعتين السابقتين ولكن أقتصر في القراءة على الفاتحة فقط بدون ما أقرأ مما أحفظ من القرآن بعد ذلك أجلس في آخر صلاتي وأقرأ التشهد الأخير وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو بما ورد بعد ذلك أسلم عن يميني قائلا السلام عليكم ورحمة الله ثم أسلم عن يساري قائلا السلام عليكم ورحمة الله أحافظ على أداء الصلاة جماعة في المسجد فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بـ 27 درجة التقويم التقويم وهيا بنا نتدرب أولاً أختار الإجابة الصحيحة أقرأ التشهد الأول بعد الركعة الأولى أم الركعة الثانية أم الركعة الثالثة ممتاز الركعة الثانية بارك الله فيكم ثانياً أضع كل كلمة في مكانها المناسب لدينا التشهد الأول به كلمات مفقودة وبالأسفل نجد الكلمات المفقودة نضعها في المكان المناسب التحيات لله والصلوات ماذا؟ أحسنتم والطيبات السلام عليك أيها؟ ممتاز النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى؟ ممتاز عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ممتاز محمداً عبده ورسوله التقويم الثالث أختار الإجابة الصحيحة في الركعتين الثالثة والرابعة أقرأ الفاتحة وما تيسر مما أحفظ أقتصر في القراءة على الفاتحة لا أقرأ شيئاً من القرآن ممتاز ممتاز جداً أقتصر في القراءة على الفاتحة التقويم الرابع أيضاً أختار الإجابة الصحيحة في آخر الصلاة المكتوبة أسلم عن يميني فقط عن يساري فقط عن يميني وعن يساري ممتاز عن يميني وعن يساري التقويم الخامس أصل كل ذكر بموضعه الذي يقال فيه الأذكار سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ربي اغفر لي المواضع هي الجلوس بين السجدتين الركوع السجود سبحان ربي الأعلى أين موضعها ممتاز في السجود وسبحان ربي العظيم موضعها أحسنتم في الركوع ورب اغفر لي أمتاز في الجلوس بين السجدتين بارك الله فيكم التقويم السادس أختار الإجابة الصحيحة يقال دعاء الاستفتاح في الركعة الثالثة الثانية الأولى ممتاز في الركعة الأولى التقويم السابع أختار الإجابة الصحيحة ينظر المصلي إلى موضع سجوده السقف الأشياء التي حوله أين ينظر المصلي في صلاته أحسنتم إلى موضع سجوده الدرس الأول من أذكار الصلاة دعاء الاستفتاح وما يقال بعد الرفع من الركوع المصلي الأذكار المشروعة في الصلاة هي التي وردت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أولا نذكر دعاء الاستفتاح ويكون في الركعة الأولى فقط سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك الذكر الثاني ما يقال في الركوع سبحان ربي العظيم الذكر الثالث ما يقال عند الرفع من الركوع وهو سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الذكر الرابع ما يقال في السجود سبحان ربي الأعلى الذكر الخامس ما يقال بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي التقويم وهيا بنا نتدرب اولا اختار الاجابة الصحيحة اقول دعاء الاستفتاح في الركعة في الركعة الاولى ام في كل ركعة احسنتم في الركعة الاولى ثانيا اختار الاجابة الصحيحة الذكر الذي يقال في الركوع سبحان ربي العظيم ام سبحان ربي الاعلى احسنتم سبحان ربي العظيم ثالثا ما الذكر الذي يقال عند الرفع من الركوع امتاز سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التقويم الرابع اصل الجملة بما يناسبها اقول في السجود ماذا اقول سبحان ربي العظيم ام سبحان ربي الاعلى احسنتم اقول في السجود سبحان ربي الاعلى التقويم التقويم الخامس اختار الاجابة الصحيحة اقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد بعد تكبيرة الاحرام عند الرفع من الركوع عند الرفع من السجود ممتاز عند الرفع من الركوع اقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الدرس الثاني من اذكار الصلاة التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وما يشرع الاستعاذة منه قبل السلام اولا نذكر صيغة التشهد الاول التشهد يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله موضع التشهد الاول يكون في الجلوس بعد الركعة الثانية من صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء الذكر الثاني التشهد الاخير ويشمل التشهد الاول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التشهد الاخير التحيات لله والصلاوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد موضع التشهد الأخير في الجلوس بعد الركعة الأخيرة ثالثا الاستعاذة قبل السلام أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة قبل السلام من أربع فنقول الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال نستعيذ بالله بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أربع عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال لا ألعب ولا أعبث أثناء الصلاة ولكن أخشع وأطمئن في صلاتي التقويم وهيا بنا نتدرب الأول أختار الإجابة الصحيحة نستعيذ بالله قبل السلام من أربعة أمور ثلاثة أمور أحسنتم نستعيذ بالله قبل السلام من أربعة أمور التقويم الثاني أختار الإجابة الصحيحة عدد الصلوات الرباعية إثنتان ثلاث ممتاز عدد الصلوات الرباعية ثلاث صلوات فارك الله فيكم التقويم الثالث ما الأمور التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة منها قبل السلام من الصلاة ممتاز بارك الله فيكم عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال مبدعون التقويم الرابع أضع دائرة حول الصلوات التي يقرأ فيها تشهدان الفجر الظهر العصر المغرب العشاء ممتاز صلاة الظهر يقرأ فيها تشهدان وكذلك أحسنتم العصر وكذلك ممتاز المغرب وأيضا ممتاز بارك الله فيكم هذه الصلوات التي يقرأ فيها تشهدان أما الفجر تشهد واحد وهو الأول والأخير التقويم الخامس أصل الجملة بما يناسبها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال فيه التشهد الأول أم الأخير ممتاز في التشهد الأخير مبدعون دائما التقويم السادس أصل الجملة بما يناسبها يقرأ التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الأخيرة الثانية من الصلوات الثلاثية والرباعية ممتاز جدا بعد الركعة بعد الركعة الأخيرة بارك الله فيكم التقويم السابع أختار الإجابة الصحيحة أجلس للتشهد الأول بعد الركعة الثانية أم الأولى أحسنتم بعد الركعة الثانية في نهاية هذا الدرس تعلمت صيغة التشهد الأول والتشهد الأخير وتعلمت ما يستعاد بالله منه قبل السلام وتعلمت الأذكار التي تقال في الصلاة أحبائي هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس شكرا لاهتمامكم وشكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة